السلام عليكم. الموسم الفارض في البطولة التونسية وبالتحديد مرحلة التتويج نحكيه على هدف مرحلة التتويج أجنبي والذي هو رودريغو رودريغيز مهاجم الترجيري التونسي البرازيلي الذي تقريبا مسجل عشر هدف حتى انه بعض الصحف وكلمات تتحكيه انه ممكن يجنس على غرار سانتوس فمراعنا الموسم الحالي قال لك مانيش نقاط في الدرجة تونسي ونحب نرجع للبريزيل يعني هذا باب متع تجنيسه ونسكره كنجي ونشوفه بعض النوادي في البلايوف فاريخ مسجل لك أربع هداف فاريخ ستة هداف فاريخ خمسة هداف النادي الفريقي أربع هداف من أصل عشرة مقابلات رانا مانيش نحكيه على ملاعبي نحكيه على فاريخ كامل متكون من عشرة ملاعبية وحارس مرمى من عشرة مقابلات مسجل أربع هداف نفس الشي فيما يخصها النجم الرياضي الساحلي نحكيه على المهاجم رقم واحد في المنتخب التونسي واللي هو مهاجم الملعب التونسي هيثمة الجويني من يشعار مسجل زوز ثلاثة هداف تخرج تبعد بعيد تخرج البرة للخليج تلقى سيف الدين الجزيري أموره متعجبش مع فاريخ الزمالكة المصري وعمرها ما أموره عجبت مع المنتخب التونسي حتى في أوج عطاءه مع الزمالكة المصري نفس الكلام ينطبق على طاه ياسين الاخنيسي نحكيه على مهاجمين عمارهم بين ثلاثين وثلاثين ثلاثين ثلاثين سنة لهنين نفهموا أنه هجوم المنتخب التونسي صراحة ما يفراحش وما يطمنج لا نحكيه على تصفيات كاس عالم ولا نحكيه على كاس عالم نحكيه على كأس إفريقيا اللي وليت تصب علينا أنه نتأهلوا للدور الثاني على خاطر ما عدناشش كون يحط الكورة في الشبكة بدالين أنه في الكأس الإفريقية الفارتة في الكو ديفور نتفكر هايثمة الجويني والكورة اللي ضيحها اللي لو سجلها وعرف كيف يتعامل معها نحكيه على منتخب التونسي متأهل الدور الثاني من تصفيات كأس أو من كأس إفريقيا ومن بعد لكل حادثة حديث في الخضم هذا الكل عدنا مهاجم عمره 23 سنة يلعب في أوروبا اسمه علي يوسف الموسم الحالي مع فريقه هاكن السويدي مسجل من أصل خمسة مقابلات السيد الموسم الفارت وبعد ما عاد منا إصابة العب على الجانب الأيسر مع فريقه الموسم الحالي المدرب شايف اللاعب هذا أنه قناص حطه كرأس حربة حطه كمهاجم سريح من أصل خمسة مقابلات بين مقابلات رسمية ومقابلة فقط ودية أربعة مقابلات رسمية ومقابلة فقط ودية كما قلنا اللاعب ما شاء الله لقوة إلا بالله مسجل خمسة أهداف من خمسة مقابلات خمسة أهداف اليوم مع فريقه سجل ثنائية في دوري المؤتمر الأوروبي يعني كنسمهم لعبي 23 سنة صحيحة قد مثلوا الدعوة في التربس الفارت والعب يعني الأوقات قليلة على أخير نحكيه على دقائق لعبها مع المنتخب التونسي يعني فوزي البنزارتي كي تسمع أنه ما عندك مهاجم يحط كورة في الشبكة في البطولة التونسية الضعيفة وعندك مهاجم حظره لك مدر فريق هاكن السويدي خمسة مقابلات خمسة أهداف يعني ما غير ما تكسر رسمك برشة أقل شيء أنك بش تقدم لللاعب هذا الدعوة في التربس القادم تربس شهر سبتمبر واللي منتوب دينا أن نحذروله تقدم له الدعوة وتجربه كرأس حربة على خاطر لعندك زلطان القدام لعندك كريسيانو رونالدو لعندك مبابيو لعهم يحزنون لذا بالمهاجمين البدورو أقل قليل اللاعب هذا أعلي يوسف يأخذ فرصته كاملة لا نحكيه على درجين ويتأقلم يا صاحب تسايبون من اللغة التي تعطي تتيشوا يا صاحب دعوه يلعب ويفطق مواهبه واحده لكي يأتيوا هذوكم يفهموا أخرى منه ولا يتأقلموا في سعة أكثر منه اليوم كيف كيف عمر العيوني سجل زوس اهداف لكن عمر العيوني عمره تقريبا 31-32 سنة عمر العيوني جربناه في المنتخب التونسي والمنتخب أعطاه فرصته على الجانب الأيمن ومقنعش مقنعش سبحان الله مقنعش لذا علي يوسف مزال صغير 23 سنة فرصة بشيخ والفرصة متاعه الفرصة الكاملة في المنتخب التونسي وإن شاء الله ربي يبقي عليه السطر ما الذي يخوفي لحد الآن يندرى فوزي البنزرتي يقتنع بالنوعية هذه الملعبية ولا يقول لك أخويا نحب بنا مليعبي حاضر مليعبي حاضر يسي فوزي لو لم يتميش تميش مليعبي حاضر كان جاء تم مليعبي حاضر سانتوس وهبي الخازري نمشي معاك كما ما عندك أنت مليعبي حاضر لذا اللعب الوحيد اللي إلى حد الآن يمر فورما كبيرة برشا من بين الملعبية التوانسة اللي خذوا حفظهم وأكثر من اللازم نعود وقولوها هو علي يوسف اللي مهما كان المدرب في المنتخب التونسي يلزم يعطي فرصة لللاعب هذا كرأس حرب لا نحكيه على جانب أيسر ولا نحكيه على جانب أيمن لكن للأسف بشديد في الجامعة التونسية ما عدناش لرئيس جامعة وفوزي البنزرتي يقال لك مهدي النفطي ما يساعدني شو يلزمني ما نعرشه وهذا راه الكل يأثر على خيارات المدرب نجيه لللاعب الثاني وهو اليساعد اليساعد اللي اسعد مع فريقه سانت باولي من الدرجة الثانية للبوندس ليجا يجيه عارض على حسب بعض الأخبار عارض قيمته 8 مليون أورو من فريق كوفنتري سيتي الأنجليزي الناشط في الشامبيانشيب مهما كان العرض الذي تقدم لليساعد بطبيعة فريقه في الأخير هو حر مصلحة الفريق بالنسبة لهم أقبل مصلحة اللاعب لكن من مصلحة اللاعب أنه ما يمشيش للشامبيانشيب لأنه عبارة ليساعد بصعوده مع فريقه سانت باولي للدرجة الأولى الألمانية رأوا عبارة شريح فريق عبارة شريح فريق مع الدرجة الأولى الألمانية عبارة نحكيه على لاعب برز في الدرجة الثانية برز بشكل كبير البروز متاعه والمستوى الكبير اللي يقدمه خوّله باش فريق مع الدرجة الأولى الألمانية يقدم له هو يقدم عرض الفريق وكي تسمع المبلغ 8 مليون أورو رأوا الدليل أنه كما قلنا اللاعب عنده من الإمكانيات الكثير ممكن اللي يساعد لو كان قاعد مع فريقه سانت باولي في الدرجة الثانية الألمانية ويجيه مبلغ حتى بشتر ولا بربوع متاع المبلغ اللي تقدم له من الفريقه الأنجليزي ليه يمشي للشامبيانشيب للدوري الأنجليزي يكون أفضل لكن خويا تصعد للدرجة الأولى الألمانية وتنزل للشامبيانشيب لتجوز المقارنة بين الدرجة الأولى الألمانية وبين الدرجة الثانية الأنجليزية لو كان كنا نحكيه على بطولة الدنمارك مع فريق يلعب في وسط الترتيب في الدورة السويسرية نمشي معك تلعب في تشامبيانشيب أفضل بدليل أنه أنيس بن سليمان كان متواجد في الدورة الدنماركية كان متواجد مع فريق من بين أفضل وأكبر الآن في الدورة الدنماركية وينتقل الفريق شفيلد يونايتد وقت اللي ينزل شفيلد يونايتد درجة ثانية قاعد معه قال لك نقعد بشرط أنكم تعطيني فرصة بيش نلعب وبيش نبرز آمن أنك من الدرجة الأولى الألمانية تمشي للدرجة الثانية الأنجليزية هذا لا يستوي اليس ساعد في المقابلات الودية مع فريقه قاعد يخفي وقته قاعد يلعب قاعد يبرز يعني يعرفوا الإمكانيات متاعه ويعرفوا أن اللاعب هذا يتطور من درجة لدرجة يتطور كلنا نحكيه على ملاعبي متواجد في الدرجة الرابعة درجة رابعة درجة الهوات في ألمانيا ينتقل من الدرجة الرابعة للدرجة الثانية خذي وقت معين لعب مع الفريق الثاني برز معه خذي فرصة مع الفريق الأول كيف كيف برز معه يعني نفس الشي كيف ما يتأقلم من الدرجة الثانية الرابعة للدرجة الثانية راهوا يتأقلم من الدرجة الثانية للدرجة الأولى الألمانية لأنه اللاعب صاحب إمكانيات كبيرة وهذا الكل راهوا نعود وقلوه في مصلحة المنتخبة التونسي بلاستيك اليس ساعد في البوندس ليجا إن شاء الله تفوق بلاستيك في التشكيلة الأساسية خلينا تفرج وخلينا نتمتع على خاطر حتى الملاعبية اللي عادنا ديما ولي يلعبوا كأساسيين يتلقاهم ما يلعبوا في الدفاع العيسى العيدونية اليس سخيرية منتصرة الطالبي يعني ما عندك شكل رأس الحربة اللي متواجد في الدوريات الخمسة الكبرى وقت اللي تحل التلفزة تتفرجوا وتتمتع إن شاء الله نتمتعوا الموسم الحالي باللي الساعد في البوندس ليجا مع فريقه سانت باولي في ختام الحلقة كالعادة الباياري متبقى كبش يقولكم حظ موفق للمنتخبة التونسي حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية في الدوري التونسي تحية تونس عيش تونس كلنا تونس وسلام